مرحبا فيكم حبايبي برج السرطان ان شاء الله يكون حلو لبرج السرطان لانهم تعبوا شوي اخر فترة نسحب ورق كنتيجة او كخلاصة للقراءة او تأكيدات تثبيت وباخر الفيديو رح تكون مفاجأة هيك صغيرة وخليني احكي الطاقات علشان دائما انا بنسى الطاقات حبايبي اكترها ترابية يعني في فلوس كتير اكترها ترابية نارية هوائية هدول اكتر شي شايفي قوس واسد اكتر ابراج هدول خلينا نشوف بشكل عام شايفتك عزيزي حبيبي برج الجوزاء كنت متعرض لعلاقة ثلاثية وكنك طلعت منها من هاي العلاقة الثلاثية طلعت حالك او ممكن تكون انتصرت في علاقة ثلاثية او رح تنتصر لانه شايفة هون في مبادرة رح تكون منك او من الشريك رح يصير فيه نقاشات شوي حادة عالتليفون عالاغلب عالتليفون رح تكون او فيس تو فيس رح يكون شوي فيه مشادة في الكلام في الحكي رح تسمع شوي كلام جارح من الشريك او من الطرف من الاطراف اللي عم بدخلوا حالهم ولكنك شايفتك انا منتصر انتصار فضيع على علاقة ثلاثية في هذا الشهر عم بشوف الشريك عم بتطلع لك كأنه انت اش كتير عم بتطلع لك وكأنك انت جوهرة على يعني عم بيشوفك او حتى لو كنتم مع بعض مشتركين عم بيشتق لك حتى وهو معك يعني وهو بعيد كمان عم يشتق لك عم بيفكر فيك طول الوقت متعلق فيك تعلق مرضي انا شايفته رح يلف 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 ويرجع لك ولكن انت بهذا الوقت بتكون تعرفت على شخص جديد انت قريدي برج الجوزاء المنفصلين قريدي عم يجربوا حظهم مع شخص جديد وهذا الشخص انا شايفته جدا رائع بالنسبة لظروفهم هم شخص مناسب لهم ممكن يكون برجه او طاقته ممكن تكون نارية او مائية اذا كانت هيك طاقته فهو شخص كتير مناسب انا عم بشوفه الناس المتزوجين او على علاقة شايفيتهم عم يعني كونوا على توافق عم ينهل شوية المناوشات اللي هم يعني عملوها او صارت بناتهم شايفهم عم بحتفلوا في بيت في اذا كانوا لسه مش مرتبطين بارتباط وهذا كمان بالنسبة للمنفصلين هذا يعني كرت كتير حلو بتحقيق السعادة ما بين الطرفين والمصالحة لاني شايفه مبادرة من منك او من الطرف الاخر عم بشوف اكتر من كرت بدول انه في مبادرة برج سرطان اه في الحل يعني في في مصالحة في حل معين اه وخاصة وخاصة الاشخاص اللي بناتهم في اختلاف كبير بالعمر بالديانة بالكذا اذا في كان اختلافات كبيرة فهذا هو الشهر المناسب لحتى انه يصير في اه اه صلح عم بشوف برج السرطان عم ياخد قرار اه قوي ومصير كتير بهاي الفترة ممكن يكون زواج اه طلاء لأ ما ما عم بشوفه طلاء ممكن اه بيع ارض او شيراء ارض او اه عم بتفكره بمسكن جديد عم بتشتري شي ثمين يعني عم بشوفك هذا الموضوع عم بيبشر اه بخير عم بشوفك بتنتظر اه سفر بعض الاشخاص بينتظروا اه سفر او بينتظروا شخص مسافر انه يرجع بالنسبة للعمل حبيبي عم بشوفك السرطان عم تشتغل اكتر من شغلة بنفس الوقت واكنه همك كتير هذا الشهر انه تكون اه يعني معاك فلوس والاستقرار المادي كتير عم تطلع له بيعني باهتمام كبير هذا الشهر وكأنه كان في انا بتذكر القراءة الماضي كانت لبرج السرطان شوية المادة ما كانت اوكي فعم بتحاول هذا الشهر انه لا انك توازن الامور انه يصير في اه اكتر اه يعني اه تركيز على العمل بانك تطلع اكتر منها شايفيتك عم تشتغل اكتر من شغلة شغل اساسي وشغل اكسترا اه وللناس حتى اللي ما عندهم اه عمل ممكن يكون كتير فرصة كبيرة انه يحققوا اه هذا الموضوع شايفي في طاقة حسد كبيرة في العمل اه لذلك الانجازات شوي متوقفة لبرج السرطان وكأنه فعلا اه يعني انحسدوا او محسودين هاي الفترة اه شايفي حسد من حتى الاصدقاء في صديق انتا مفكروا عن جد انه صديق اه على الاغلب بيكون اه برجه ناري او اه او ترابي او حتى ممكن هوائي اه هذا الشخص خاصة ازا كان اه هوائي فهو شخص بيضمر لك الشر اكتر شي اه يعني من اه الاوراق بيان اه قلنا طاقة برج السرطان هاي الفترة كمان شو رح تكون يعني اضافة اكتر شي تفكيرك وااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا بذخ أو أنت كريم بالأساس يا برج السرطان فرح يكون في عندك شو يعني عم تدفع كتير عم بشوفك هاي الفترة وممكن يكون معناه أنه فعلا ثروة جاية في الطريق أو يعني الشغل اللي عم تشتغله قبل شوي قلنا عنه كله والمحاولات عم بتكون كتير يعني كتير مثمرة ورح تجيب نتيجة في أسرع وقت شايفيتك عم بتحاول تكون غامض هذا الشهر وخاصة مع الشريك حتى مع الأشخاص الثانيين عم بتتكتم على مشاريعك عم تتكتم على ما عم تأمن لحدا ما عم تعطي ثقة لحدا حتى الشريك عم تتعامل معه بغموض فهذا أكتر إشي بالنسبة لطاقتك يا برج السرطان خلينا نشوف هاي الكروت تحذيرية بتحذرنا دائما من شي معين فخلينا نشوف شو عم بتحذرنا هاي المرة لبرج السرطان من شو عم تحذره بتحذرك غريبة هاي يعني بس مش عارفة بتحذرك من شخص جديد عم يدخل حياتك إما صديق إما كحبيب داخل إما معجب عم تدخله في حياتك هذا الشخص دير بالك منه من دخول أي أشخاص كون حريص يا برج السرطان ما عم بقولك لا تدخل حدا لحياتك ولكن عم بقولك كون كتير حذر بالنسبة لهذا الشخص كمان تحذير تاني بالنسبة للعائلة الاهتمام بالعائلة بقولك عدم اهتمامك بالعائلة ممكن يؤدي لانفصال أو ممكن يؤدي انه مش انفصال يعني لا زمح الله لأمور أبعد من ما انت متخيل فلأ شوي قرب من الأسرة وكمان من الأسرة الكبيرة مش بس الأسرة الصغيرة عم بشوفك عم بتكون بعيد عن جذورك يمكن هذا الكرت بيحذرك أو بيوصيك انه تكون قريب من خلينا نقول قريب من العيلة عم بشوف والدتك على خلاف شوي معك فكون حذر من هذا الموضوع يعني احنا شو قلنا غير رضاهم علينا يعني الله يديمهم فصلح الموضوع ازا كان في بينك بين الوالدة او الوالد اي موضوع يعني ما ما بعرف شو انتو ظروفكم بس طلع لي هذا الكرت خلينا نشوف هون هطلع لك هدول المسجز فرام انيمالز كل واحد بيطلع له حيوان معين وبيحكي له المسج بما يعني تناسب مع طبيعة هذا الحيوان طلع لك بيقولك لا تلتهي بالشغلات اللي بتلهيك هون وهون وهون كون كتير واضح ويعني ماشي منيح بالحاس السادسة تبعك عم بتكون عندك تفتيح عين هاي الفترة عم بتكون عندك حاسة سادسة لبرج السرطان عم بتصير عندك مثل صحوة نورانية يعني روحانيات حلوة كتير هاي الفترة فبيقولك الحدث تبعك شو بيدلك امشي وراه وضلك مركز على الهدف تبعك وتحرك بسرعة كنت بطيء بالفترة الماضي فبيقولك بالفترة الجاي اللي هي سبتمبر لازم تكون اسرع بقولك اختار انك تكون انت محبوب انت اساسا ان انسان محبوب جدا يا برج السرطان وهاي الفترة رح تكون اكتر جاذبية متل المغناطيس يعني بتجذب الاشخاص اللي من حواليك اعمل الاشي اللي انت بتحسه الصح حتى تجاه الاشخاص اللي حواليك مو شرط انه تكون يعني خلينا نقول مو شرط تكون بس القول تبعك الو علاقة فيك انت ولكن ممكن انه تشاركه مع الاخرين فالنجاح اللي بيجي جماعي بيقولك انه اشتغل مع فريق اكتر هذا الشهر ما تشتغل ما تشتغل بشكل فردي نجاحك اكتر هذا الشهر اذا كنت عم تشتغل ضمن فريق اه طيب ما اخذنا هدول الكروت بالنسبة للي عندهم شريك اه منفصيلين او متصيلين يعني في كل الاحوال اللي عندهم شريك خلينا نشوف عقله الباطن شو عم بيفكر لا يعني اكتر اشي او بشكل عام اه عم بيحاول انه يستشفي عم بيشايفيته عم بيسمع او تارك العوائق زي ما هي ما عم بيحل شيء اه العوائق شايفيتها مثل ما هي هو كسلاني كتير هاي الفترة انه يعمل اي تغيير انه يعمل اي اجراء اه فبشوفه شوي ما يعني ماسك مكانه اه اه ولكن بالنتيجة انا شايفه بينك وبينه هو في عقله الباطن مخزن فكرة الارتباط منك لانه انا شايفي هون شجرة ومال ويعني وسروة ونمو فعم بيفكر بانه يرتبط فيك فيعني مع انه كرتين شوي متناقضين بيوصفه شخص اساسا متناقض يمكن يكون فخلينا نشوف طيب هون شو فيه ديتوكس بيحكيلك تخلص من ديتوكس يعني اللي في حياتك حاول تكون يمكن نباتي عاداتك سيئة عم بتكون كتير اما بتاكل قبل ما بتنام دايريكت او ما عم تعمل سبور او عم تكتر او تدمن على شغلات مختلفة معينة مثل ما بعرف تدخين شغلات فعم بيقولك انه لازم تتخلص من السم اللي في جسمك هو وقع قبل ما احرك ايوه بيقولك انه انت رح تحرز هدف رح تحرز هدف في الصميم بالفترة الجاي فهاي يعني بشارة ما بعرف شو الهدف تبعك عاطفي او او غير يا برج السرطان بس بالعموم عم بيقولك انه رح تحرز هدف او شي انت مصمم كنت ايوه عليه فعم بتحققه بقولك في تغيرات في العائلة ايوه وكأنه فيك حمل للنساء او حتى لو كنت رجل سرطان في حمل زوجتك او بشائر بحمل انه فيه تغيرات بالعائلة وممكن تكون تغيرات مادية المهم انه هاي تغيرات مادية تغيرات هي عبارة عن تغيرات ايجابية ممكن تكون مصالحة مع احد افراد العائلة لانه قبل شوي بيان عندي وكأنه في شوية صراعات مع شخص من العائلة او صديق فعم بشوفها انه عم تحكي لك انه صالح او بادر او كون انت من المبادرين في هذا الموضوع بقولك انه ضلك تشجع حالك او ضلك تعمل لحالك تشحن حالك لا قدام ولا تحكي دايما لحالك انه لا ما رح يصير لا ما رح يصير هاي الكلمة اتركها يا برج السرطان انا بعرف انه انت بتحكيها كتير فبقولك اتوقع المعجزات والسوليوشنز والحلول حتى تظهر فالاشي اللي بتتوقعه بيظهر فبقولك ما تكون ابدا سلبي بالعكس احكي اس شو خسران انت يعني انا بستغرب ليش احنا بنفكر احيانا او ليش انتو بتفكروا بطريقة سلبية طيب ما انت بتفكر بطريقة سلبية او ايجابية يعني يعني ما رح تخسر اشي لا هيك رح تخسروا فليش ما تكون ايجابي يعني مش خسران اشي والله ما حد ادفع فلوس يعني بس انت جربها لمدة 21 يوم بس انك تكون ايجابي وانك تطرد الافكار السلبية من بالك وشوف المعجزات اللي ممكن تحصل في حياتك راقد بس يعني الاغلبية ما بترد يعني ما بيعملوا هذا الاشي بيقولك انت على يعني على شفاء يعني زي ما بيقولك خطوة وحدة من النجاح ولكن انت متشائم من عدم النجاح او كذا فبقولك ضاي الخطوة الصغيرة بس يعني فاصبر خليك keep going keep going خليك في هذا الموضوع وانت رح تحصل علي انت بدك اياه فما تمل احيانا وقت اللي انا بدي امل بعديها بيوم او بعديها بيومين يعني لو انا كملت كان حصلت علي بدك اياه فليش هون طلع لنا انه هون طلع لنا انه كيف دا قولك اكتر اشي رح ينجح معاك هذا الشهر اه موضوع الشركات او زي ما قلنا قبل شوي انه الشغل في فريق اكتر اشي رح كتير تبدع اذا كنت عم تشتغل في هاي الطريقة اه انه التعاون مع اشخاص او المشاركة تشارك الاشخاص بشي معين حتى لو كان عصا عيد عاطفي حتى اصدقاء اه كذا اه احلى شي هذا بيقولك رومانس يعني هلأ وقت الرومانسية لو كنت متزوج او غير متزوج اعزب منفصل فهذا الوقت كتير مناسب انه تعيش يعني مغامرة رومانسية مو شرط يعني شخص جديد ممكن شخص قديم في حياتك فهذا الوقت الرجعة وهذا وقت الحب فشي كتير حلو لبرج السرطان نشوف اخر اوراكل اه بيقولك انه الانيرجي اللي عندك اياها كبيرة كتير ورح تتفجر عندك طاقة كبيرة جواتك رح تكون بسبتمبر يا برج السرطان بيقولك اعكسها او اعمل ريدايريكت اعمل يعني كيف ده اقولك اعمل انعكاس شارك هاي الطاقة مع الاخرين طول الوقت عم بيقولك عن مشاركة وكأنك هاي الفترة او الفترات الماضية كنت عم تشتغل لحالك اه ما كنت عم بتشارك اللي حواليك او ما كنت عم بتأمن للي حواليك فبيقولك انه اكتر شي هاي الفترة اه انه تشارك مع العالم خلينا نيجي على اه الاضافة اللي رح تكون على التوقعات ما بعرف ازا عجبتكم ممكن انه ات يعني اه نستمر عليها رح تسألوا سؤال رح تضمروا سؤال رح تكون اجابته يس او نو اه واذا في موعد معين او تقريبي يا جماعة مش وقت يعني بالضبط تقريبي اه ممكن انه نحكي فاضمر على سؤال يا برج السرطان او اعمل بوز للفيديو واسأل سؤال ركز في سؤال معين فكر فيه وخلينا نشوف الاجابة صح رح يصير هذا الاشي ولا ما رح يصير او انه هو اه مو شرط يكون حدث بده يصير ممكن شغله صارت او لا وانت شاكك اه ممكن يكون اي سؤال يخطر على بالك لكن الاجابة فيه يس او لا الاجابة هي مش بس يس لا يعني زي ما بتقول عشرة يس اه هذا الاشي رح يحصل مليون بالمية اه على قد ما انت حاسوا انه صعب على قد ما فيه عوائق شايفي انا كتير عوائق فيما سبق بهذا اه لهذا الموضوع فيه كتير عوائق عشتها انت اه اه لحتى هذا الموضوع ما يصير ولكن انا شايفي هاي العوائق عم تتكسر اه شايفي الشي هذا عم بيسير عم بتكون انت مثل الملك او الملكة في الموضوع وفيه انتصار في اه الموضوع اشتركوا في القناة